يا ربي بالأحمال جئت وأنا اخترح لي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا إلا كأنت رجائيا فإذا اضطرحت فحسرتي وكربتي وشوقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله أما بعد مشاهدي الأعزاء أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله فنواصل الحديث عن الأمر الجلل الأمر العظيم الذي هو بمثابة المعركة العظمى للمسلم منذ بلوغه إلى أن يوارى التراب ألا وهي إخلاص العمل لله بينا في الحلقات السابقة معنى الإخلاص ونوعيه وبينا أن ما يقابله هو الرياء والسمعة ومن مصائب الرياء والسمعة حبوط العمل أي ذهابه ومعنى حبوط لا بمعنى هبوط وإن كنا نحن في عاميتنا نقول نهبط وهذا في الحقيقة خطأ نهبط فنفتح قوسين حتى نصحح اللسان إذا أردت النزول فقل أهبط أو نهبط أما نهبط ففي الحقيقة لفظ مذموم لماذا؟ لأن الحبوط بمعنى ذهاب العمل هباء منثورا هذا معنى حبوط أطلق أول ما أطلق عندما تأكل الناقة تأكل عشبا ساما فتسمن بذلك العشب المسموم تسمن حتى يفرح بها مالكها وصاحبها ثم تموت إذن هكذا المراء يوم القيامة يظهر الله لو عمله كذلك يريهم الله أعمالهم حصارات عليهم لماذا؟ لأن الله لو عاقبه مباشرة وأدخله النار ما تحصر بقدر ما يتحصر لو أراه العمل هاه عملك لو كان لله ثم يجعله هباء منثورا ثم يساقوا إلى النار والعيوذ بالله إذن أول مصائب الرياء حبوط العمل ذهبوا هباء منثورا زد أن أول الناس عذابا يوم القيامة المراءون زد أن من مصائب الرياء أنه أخطر علينا من المسيح الدجال فإن بغي أن نخشى ونخاف من الرياء ونراقب أنفسنا أكثر من خوفنا من فتنة المسيح الدجال علامة الإخلاص إن كنت تسأل أخي الكريم كيف أكون مخلصا أو كيف أعلم أن هذا العمل لله خالصا فهناك علامات منها أن يستوي عملك في السر والعالم أي كما تعمل في العالم اعمل في السر يعني تصلي أمام الناس صلي إذا كنت وحدك تتصدق أمام الناس تتصدق إذا كنت وحدك تذكر الله أمام الناس تذكر الله وحدك المهم لا تعمل العمل أمام الناس وتتركه من الواجب تترك الواجبات إذا كنت وحدك وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وسابقا بينا أن الإخلاص هو الإحسان تعبد الله كأنك تراه أن يستوي عملك في السر والعالم ورأينا حديث ثوبان إن الله سبحانه وتعالى يأتي بأقوام لهم حسنات كجبال تهامة يجعل وهباء منثورة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هذه علامة أن تعمل في السر والعالم ثانيا أن يستوي عندك ثناء الناس وعدمه ولا تحزن إن لم يحسب عملك لك لا تحزن إن لم ينسب عملك لك لا يهمك بما أن الله قد اطلع عليه فهذا هو الأمر الأعظم والأهم المسلم لا يبغي أن يحزن أما الذي يحزن لذلك نرى بعض الناس تحدث بينهم صراعات في الزعامة ربما يتركون العمل من أجل أنه لم ينسب إليهم فيحدث خصام بينهم ويتركون العمل هذا هو الخطأ يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في سنن الترمذي وغيره ثلاث ما أعظم هذا الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مرئ مؤمن كاين تلت صفات لو كانت تكون عندك لا تحمل في قلبك غلا ولا حقدا ولا شحناء ولا أي شيء الأمر سيان عادي ما هي إخلاص العمل لله إذا كنت فعلا تخلص العمل لله والله لن يحمل قلبك غلا للناس عملت عمل ولم ينسب إليك هل المولى طلع عليه نعم هذا الذي يهمني الحمد لله أن الله تعالى لا ينسى ويكتب لك عملك وما كان ربك نسية إذن لا يهم إخلاص العمل لله ومنع أن تنصح من ولاه الله أمركم إذا كان الإنسان ينصح لولاة الأمور في السر بالعدل والله لن يحدث فتناء لماذا؟ لأنه يعلم أنه قام وأدى الواجب فلن يحدث فتناء ولن يحدث شرا والثالثة هو جماعة المسلمين إذا كان يحرص على اجتماع الناس فإنه طاره دائما يسمح من حقه ولا يحمل في قلبه غلا لأنه يعمل لله دائما يسمح من حقه ويتجاوز ويطاوع حرصا على اتلاف الصف واتحاد الشمل اتحاد كلمة المسلمين ثلاث لا يغل عليهن قلبه مرئ مؤمن إذن إذا كنت تعمل العمل لله في السر والعالم ثانيا إذا كنت لا يهمك إن نسب العمل لك أو لا المهم تعمل فهذا علامة إخلاص أنا أظن أن أمة تتربى على هذا والله لن تخفق لن تفشل وتراها في أعلى القمم أما إذا كان الإنسان يعمل للناس ينتظر الثناء فإن كان ثناء فينطلق وإلا رجع القهقرة فأمة مثل هذه لن تتقدم أبدا لكن إذا عرفنا الداء فأين الدواء ما هي وسائل الحفاظ على الإخلاص ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء وله الحمد أعظم أدوية الرياء والسمعة حتى نزكي أنفسنا منها حتى نطهر أنفسنا من الرياء والسمعة وحتى نحافظ على الإخلاص هو الدعاء فإن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبوا كيف يشاء فاسأله هو الثبات اسأله هو أن يرزقك الإخلاص وأعظم دعاء تأتي به في مثل هذا المقام هذا الدعاء لا بد أن نحفظه أقول لا بد وأن نسأل الله تعالى به في سجودنا ودبور صلواتنا وفي خلواتنا هذا الدعاء يفيدنا إياه ما روه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعاري مر أبي موسى الأشعاري طلع فوق المنبر وقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك يقصد الرياء فإنه أخفى من دبي بالنمل فنهض إليه أقوام قوم ثم فقال له لتخرجن مما قلت أو لنأتين بك إلى عمر بن الخطاب يعني أسند من أين لك هذا الكلام وإلا أخذناك إلى عمر وهو يعلم ما معنا عمر فقال الأخرج يعني سأسند إليكم هذا ما قلت سأسنده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبي بالنمل بالله عليك أيها المستمع لو قلت لك أمشي هنا في هذا الطريق في هذا المكان أمشي واحذر اتقي النمل ولكن أنت تعلم هو لا تراه في طريق أنت لا ترى النمل كيف أتقيه فعندئذ تعجب الصحابة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف نتقيه وهو أخفى من دبي بالنمل يعني أخفى من دبي بالنمل يعني النمل النمل هو دونها كيف نتقيه مستحيل لابد أن تدوسه بالأقدام فقال عليه الصلاة والسلام شوف كيف ربطهم بمن بالله فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم احفظوا هذا كل واحد يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم سهل هذا الدعاء هو تابت في السنة فهو أعظم دواء للقلوب حتى نستخرج منها كل ما فيه علقة بالرياء أو بالسمعة وحتى نحافظ على إخلاصنا فعليكم بالدعاء ثانيا معرفة الله بأسمائه وصفاته يقول الحافظ بن رجب رحمة الله عليه يقول والله ما نظر المرائي إلى الخلق حتى لم ينظر إلى عظمة الخالق هو ما نظر إلى ما في أيدي الناس من ثناء وغير ذلك حتى نسي عظمة الخالق وإلا لو عالم هاو المخلوق هاو الخالق لو عالم أن الخالق يراه ويسمعه لا اكتفى بأن يعمل له ولا يعمل لمن هو دونه لذلك لابد أن نتذكر أن الله وحده هو النافع الضار هو المقدم والمؤخر هو الذي يقدمك والذي يؤخرك هو الرافع الخافض إن شاء رفعك وإن شاء خفضك فأعمل لهذا لمن بيده الأمر كله لا تعمل للخلق ويشبه هذا يوم جاء الأقرع بن حابس من بني تميم جاء وفد بني تميم في العام التاسع للنبي عليه الصلاة والسلام وفد بني تميم كانوا من الأعراب يعني غلاظ شوي فصاروا طبعا ينادون يا محمد أخرج يا محمد أخرج والرسول عليه الصلاة والسلام في حجرته مع نسائه أطال عليهم ما أرد أن يخرج ولاه عذره وهم يا محمد أخرج يا محمد أخرج طبعا من أجل هذا نزلت سورة الحجورات حتى قال هذه الكلمة يا محمد أخرج فإن مدحي زين وإن ذمي شيء يعني إن مدحتك كنت ممدوحا عند الناس جميعهم وإن ذممتك كنت مذموما فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم شوف معلول أذاه مخرج صبر لكن هنا راهو مس جناب الله فخرج إليه فقال ذاك الله الذي مدحه زين والذي ذمه شين هو الله لا عبرة بأحد غيره فبين للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن الله إذا رأىك تعمل صالحا وإذا سمعك الله عز وجل تقول صالحا فكفى به سميعا كفى به ناظرا ولا عبرة بغيره إذن لابد أن مسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المقدم وهو المؤخر فلا يعمل لغيره نكمل إن شاء الله الأدوية النافعة ضد مرض الرياء ومرض السمعة بعد قلل إن شاء الله بعد هذا الفاصل فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعدنا إليكم مجددا أيها الأحبة في الله لنكمل حديثنا عن الإخلاص والسبيل إليه رأينا من أعظم السبل إلى الإخلاص والحفاظ عليه هو الدعاء أن يقول المسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه والأمر الثاني هو معرفة صفات الله تبارك وتعالى فإذا عظم الله في القلب هان غيره وأما الأمر الثالث الذي يعينك أيها المسلم على المحافظة على الإخلاص هو تكلف إخفاء العمل أحيانا انتبه تكلف إخفاء العمل أحيانا هناك بعض الأعمال تستحق الإخفاء كالنوافل كالصلاة في البيوت ونحوها هناك أعمال تستحق الإظهار كالفرائد ولكن هناك أعمال تستحق الإخفاء حتى على الأهل حتى أنت في البيت أحيانا أخفي عن أهلك إذا تمرنت على هذا الأمر أن تخفي العمل حتى على أهلك على زوجك وأولادك تعمل صالحا ولا تخبرهم بذلك فعندئذ يتربى هذا القلب على العمل لله سبحانه وتعالى يصبح الإخلاص لك سجية وكانوا قديما يقولون عمل الخلوة أحب إلينا من عمل الجلوة الخلوة إذا كنت خاليا وحدك والجلوة إذا كنت متجليا للناس وروا الضياء المقدسي رحمه الله تعالى في الأحاديث المختارة عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل يعني اللي قادر يدير عمل صالح ويخبه فليفعل حتى يسأل الله تعالى به وقت الضراء ووقت الشدة كما حدث ذلك لأصحاب الغار الثلاثة فإنهم سألوا الله تعالى بصالح أعمالهم في رواية قلنا بخالص أعمالهم فالمسلم يخفي أحيانا عمل حتى من أهله يقول الحسن البصري رحمة الله عليه إن كان الرجل منا لا يختم القرآن ولا يشعر به أحد وإن كان الرجل منا لا يتصدق بالصدقة تبلغ الآفاق ولا يشعر به أحد وقال محمد بن واسع هذا التابعي الجليل كان الرجل يبكي عشرين سنة يبكي عشرين سنة ولا تعلم به مرأته وقال النعمال بن قيس رحمه الله والله ما رأيت عبيدة يقصد عبيدة السلماني والله ما رأيت عبيدة متطوعا في المسجد قط ويحكون عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أحد آل البيت قالوا كان يحمل الخبز على ظهره والطعام على ظهره ويخرج به في الظلمة في الليالي المظلمة ويضعه أمام بيوت الفقراء والمساكين يطرق بابهم ثم ينصارف فلما مات إن قطع ذلك الخير عن الناس فعالموا أنه هو ولما غسله وجدوا آثار ما كان يحمل على ظهره على ظهره فعالموا أنه ما كان يعلم به من أحد منصور بن المعتمر رحمة الله عليه أحد رجال الصحيحين كان يقوم من الليل ويبكي فإذا أصبح اكتحل حتى لا يرى الناس أنه قد سهر أو أنه قد بكى يخفون أعمالهم وما كان شيء أبغض إليهم كبغضهم لعمل منهم ظاهر للناس يعني إذا كشفه أحدهم كما بن المبارك مر أحدهم تجسس عليه حتى عرف أنه الذي فعل ذلك العمل الصالح فهجره وغضب عليه قال إنك لتشنع علينا المهم أن يخفي الإنسان عمله أحيانا من الأدوية ضد الضرياء والسمعة وللحفاظ على الإخلاص هو مراقبة النفس قبل العمل وهذا مهم مراقبة النفس قبل العمل يعني المسلم إذا رأى من نفسه أنه مقبل على عمل ولم تصفى نيته لم يتأكد من صفاء نيته فليصبر وليخلص نيته من جديد يجدد نيته لله وهذا ثبت عن الحسن البصري رحمه الله مرة جئ إليه فقالوا تعالى بنا نصلي صلاة الجنازة على فلان فدخل بيده بقي فيه قليلا ثم خرج فقيل له ما كنت تفعل قال كنت أجددني يعني الآن أنا ما كنت ناويا للذهاب إلى صلاة الجنازة أنتم عرضتم علي الأمر فخفت إن أتيت وأجبتكم لا كنت قد فعلت هذا العمل لكم فذهبت وخلصت النية ربما قال اللهم إني أشهدك بأن هذا العمل خالص لك والله لست بذاهب من أجل هؤلاء ولا هؤلاء إنما لك هكذا تخلص النية لله لأنها مثل هذا الحديث حديث النفس المراقبة مما يجعلك فعلا تصفي نيتك لله سبحانه قيل لأحد المحدثين حدثنا فقال لا حتى تأتي النية هذا علماء أجلاء ربانين ما كانوا ينافقون ولا يمثلون كانوا صادقين صارحين مع أنفسهم ومع الناس حتى تأتي النية فما بالنا نبرئ أنفسنا الحمقاء ونقول إنها لله سبحانه وتعالى خالصة خامسا من أسبابي أو من أدوية المحافظة على الإخلاص والمطهرة من الشرك الخفي هو الصيام لماذا؟ لأن الصيام من الأعمال الخفية كما قال الله تعالى في الحديث القدسي في الصحيحين كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فله تفسيرات منها أنه ما من عمل إلا وأنه يمكنك أن تعمله أمام الناس ولا تعمله ولا تعمله إذا كنت وحدك يعني إصلاة المرائي يمكن أن يصلي أمام الناس لكن إذا كان وحده لا يصلي صادق كيف كيف لكن الصوم يعني هو وحده الآن جالس ولا يأكل فالمسلم إذا واضب على تعويد نفسه الصوم وهو لله دائما ولا يخبر طبعا في النوافل للناس بذلك فسيتعود لذلك قالوا عن الصوم إنه مدرسة الإخلاص يعلمك الإخلاص هكذا كل شيء يأتي بالتدرب كذلك من أنفع الأدوية للمحافظة على الإخلاص ولإخلاص العمل الله قراءة سير الصالحين افتحوا كتاب مدارج السالكين وانظروا إلى درجة الإخلاص فإن المسلم إذا قرأ عن تاريخ هؤلاء وسير هؤلاء كيف كانوا يعملون ولا يعلموا بهم أحد ويخلصون الله ويبكون ويبكون بكاء شديدا كما يقول سفيان بن عيين والله ما عالجت شيئا كما عالجت نيتي تختلف عليه وتتقلب عليه شون يقول هذا الكلام سفيان بن عيين ما عالجت ما جاهدت شيئا كمجاهدة لنيتي تتقلب علي إذا نقرأ على سير هؤلاء فإنه بمثابة الجليس الصالح الذي يذكرك إذا نسيت يعيضك إذا غفلت من الأمور المعينة على الإخلاص أيضا الدنو من المساكين كما احنا نقوله بالدرجة قعدوا مع الزوالية مع هذه الناس العاديين فالجلوس مع هؤلاء الفقراء والمساكين المتواضعين هذا يورثك الإخلاص وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر في الحديث الذي روى الإمام أحمد أو صاني خالي بسبع فقال بحب المساكين كل الناس يدعي حب المساكين فعطها الدليل والدنو منهم مو بس حبهم والدنو منهم قال ابن رجب في شرح هذا الحديث قال ذال اعلم أن مخالطة المساكين توجب الإخلاص في القلب لأن مخالطتهم لا تكون إلا لله غالبا أنا أشقق مع هذه المساكين أترجو منهم مانا ليس لديهم مان أترجو منهم جاها ليس لديهم جاها أترجو منهم منفع ليس لديهم ما ينفعوك به فما بقي ما بقي إلا أن يكون جلوسك معهم لله سبحانه وتعالى كذلك من الأمور التي تعينك أيها المسلم على إخلاص العمل لله تذكر الموت الحقيقة العظمى تذكر الموت فإن المسلم ما بقي متذكرا الموت إلا كان عمله متقناء لأن الإخلاص هو الإتقان كما ذكرنا في أول الحلقة في أول حلقة كيف؟ نظيره قوله الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إذا قمت إلى الصلاة فصلي كأنها صلاة مودعة اجعل هذه الصلاة هي آخر صلاة لك كيف ستؤديها؟ ستؤديها على أكمل وجه وعلى أتم وجه فكذلك أنت الآن إذا كنت متذكرا الموت فإنك ستخلص عملك تجعله متقن لله عز وجل وحده لا تشرك به أحد لا تبتغي بذلك سمعة ولا رياء وقال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هادي من لدات فإنه ما ذكر في ساعة إلا ضيقها وما ذكر في ضيق إلا وساعة والله إنسان أحياني يكون في ساعة في مال عنده ساعة أمن مال غنى وغير ذلك ربما غفل هنا تتذكر الموت فيضيق يقصر أملك فتتق الله سبحانه وتعالى أو كنت في ضيق تضيق بك الدنيا الهموم من كل حذب وصوب تتذكر أن الموت وأن يوم القيامة عن قريب سأتلقى الله عز وجل فيهون عليك كل شيء المهم أنني مطيع لله سبحانه إذن فاحرصوا أيها المستمعون الكرام على الإخلاص وعلموا أن من أعظم فوائده على الإطلاق قابول العمل قابول العمل هي المسألة العظمى ثم إن الله بسبب إخلاصك يبعدك وينجيك من الفوحش قال عز وجل عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين وقال الشيطان وهو أعلم بمكايده قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين شوف ربي كيف ينجيك بسبب إخلاصك من كيد الشيطان من الفوحش لذاك الإنسان أحياناً يريد أن يذهب إلى معصية يبذل ربما جهداً مالاً كي يعصيها ثم لا يوفق لماذا؟ بسبب إخلاصه كان مخلصاً وضعفة فلم يمكن من المعصية هذا بسبب إخلاصك صرف الله عز وجل عنك السوء والفحشاء بسبب إخلاصك سد إن الإخلاص من جات من المصائب كما رأينا في حديث أصحاب الغار الثلاثة كيف نسد عليهم الغار بتلك الصخرة الرهيبة بسبب إخلاصهم زحزحت تلك الصخرة وأخيراً من فوائد الإخلاص التي لا ينبغي لنا هجرها أن الإخلاص راحة للنفس كما ذكرنا في حديث ثلاث لا يغل عليهن قلب من المؤمن ما دمت مخلصاً لله تعيش في راحة وطمأنينة تعيش مع الله أما الذي يعمل العمل لغير الله يبحث عن الثناء لا يأتيه الثناء فيغضب ويحزن يعمل من أجل المال لا يأتيه المال فيغضب ويحزن أما الذي يعمل لله ومستيقن بأن الله عند وعده فإنه يعيش في طمأنينة يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يدفع الله تعالى له فيه أجرها يا عبدي خذ هذا ما كنت تعمله تعمله من أجلي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والهدى والسداد وإن جنبنا أسباب الغي والفساد إنه وليه ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله أرجو الرضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر